نتوقف معك عند أهمية هذا الكشف من قبل صحيفة واشنطن بوست بداية خبر إبلاغ أنقرة واشنطن بحيازة هذه التسجيلات ثم وجود هذه التسجيلات وهي كما قد يصف البعض دليل ملموس هذه هي الأهمية تحديدا أنه للمرة الأولى نسمع بهذا الوضوح الحديث عن أدلة ملموسة دليل بالصوت والصورة لعملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ما قالته الواشنطن بوست تحديدا هو أن الحكومة التركية أخبرت مسؤولين أمريكيين أنها تملك تسجيلات صوتية وتسجيلات مصورة إذن نوعين من التسجيلات صوتية ومصورة تثبت أن جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في هذا الشهر بحسب مسؤولين أمريكيين وأتراك إذن للمرة الأولى نسمع بهذا الوضوح عن وجود أدلة كل ما كنا نسمعه في السابق هو حديث عن مصادر رفيعة تركية تتحدث مصادر رفيعة تركية تتحدث لكن حتى هذه المصادر التركية لم تكن تتحدث عن ما لديها من دليل لكن اليوم نسمع عن طبيعة هذا الدليل ويقدم إلى المسؤولين الأمريكيين والصحيفة تنسب ما لديها من معلومات إلى مسؤولين ليس فقط مصادر مسؤولين رسميين أمريكيين وأتراك هذا معناه أن المسؤولين الأمريكيين اطلعوا بشكل ما على مضمون هذه الأدلة هل رأوا بعيونهم وسمعوا بأنفسهم مضمون هذه التسجيلات أم أنهم أخبروا بالمضمون من قبل الأتراك هذه نقطة غير واضحة حتى الآن لكن يصعب أن نتصور أن تركيا تقول للأمريكيين وللغربيين لأن هناك حديث أنها قدمت هذه المعلومات لجهات استخباراتية غربية أخرى كفرنسا مثلا يصعب تخيل أن تركيا تقدم هذه المعلومات وتقول أن لديها تسجيلات ثم يظهر بعد ذلك أنها لا تملك هذه التسجيلات إذن هذا هو الأهمية الأساسية وجود دليل ملموس بحسب هذه المعلومات الآن ماذا جاء في التسجيلات؟ التسجيلات بحسب الواشنطن بوست ومصادر الواشنطن بوست توضح أن فريق أمن سعودي احتجز أولا احتجز خاشقجي في القنصلية بعد أن توجه إليها في الثاني من أكتوبر الثاني من هذا الشهر ليحصل على مستند رسمي قبل زواجه ثم قتله الفريق احتجز خاشقجي أولا وقتله وقطع جسده يقول المسؤولون الذين تحدثوا لواشنطن بوست إذن عدة مخالفات احتجاز قتل تقطيع هناك بعض التفاصيل عن استجواب دائما حسب المسؤولين الذين تحدثوا للواشنطن بوست أحد المسؤولين يقول يمكنك أن تسمع كيف تم استجوابه تعذيبه وبعد ذلك قتله إذن هناك تفاصيل في عملية الاستجواب كيف كانت وعملية التعذيب كيف كانت وعملية القتل أيضا ويفترض أن كل هذا بالصوت والصورة طبعا هم يتحدثون عن أصوات تسمع باللغة العربية طبعا وفي إشارة أخرى إلى مصدر آخر مصدر ثاني أو مسؤول ثاني أشارت إليه الواشنطن بوست تقول شخص ثاني أخبر أو أخبر بمضمون التسجيل قال يسمع رجال وهم يضربون خاشقجي إذن ما تقدمه الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأترك كما قلنا هذه المرة الأولى نتحدث عن مسؤولين أمريكيين يوضح تفاصيل كيف تم احتجاز استجواب تعذيب قتل تقطيع جسد خاشقجي داخل القنصلية السعودية وطبعا هذا في غاية الخطورة لأنه طبعا سيكون له تدعيات كثيرة كانت أخلاقية قاضائية جنائية قانونية طبعا وأيضا سياسية وديبلوماسية وهذا يطرح السؤال خالد يعني الآن بعد الكشف عن هذا الدليل المنموس وفق بالطبع صحيفة الواشنطن بوست نبقى حاذرين إن تأكد بالفعل وجود هذه التسجيلات ما الحاجة الآن إلى هذا التنصيق السعودي التركي وهذا الوفد السعودي الذي وصل اليوم إلى اسطنبول للمشاركة في التحقيقات أولا يسمح لي أن نفرق بين أن تعلن دولة عن فتح تحقيق بقضية ما وأن ترسل فريق عمل فتح تحقيق أولا هذا معناه أن الدولة قررت أن تقول للعالم نحن نريد أن نعرف ما الذي حدث مع جمال خاشقجي وبالتالي هناك تحمل للمسؤولية وهناك استعداد وإعلان للجميع أننا نتحمل المسؤولية ونريد أن نعرف وسنحقق ووفقا لنتائج التحقيق سنتخذ قرارات إذن تحمل المسؤولية في فتح التحقيق لم نسمع النائب العام في المملكة العربية السعودية يعلن عن فتح تحقيق هذا أولا كل ما سامناه هي مجموعة عمل النقطة الثانية الفرق بين فريق تحقيق وعمل أسف إعلان فتح تحقيق وفريق عمل فتح تحقيق يفترض أنه يتم من خلال النائب العام من خلال الجهاز القضائي الذي هو على الأقل حزنية من الناحية النظرية مستقلة عن السلطة التنفيذية نقطة الاستقلال في غاية الأهمية خاصة في هذه القضية لأن أصابع الاتهام تتجه إلى السلطة التنفيذية في السعودية فهناك فرق بأن يكون هناك فريق عمل من المحققين خاضع للسلطة القضائية يعمل باستقلال عن السلطة التنفيذية يستطيع أقول من الناحية النظرية توجيه أصابع الاتهام إلى السلطة التنفيذية وفريق عمل يرسل إلى تركيا لا نعلم من هم ما هي خبراتهم ما هي صلاحياتهم وفي النهاية هم يعملون مع الأتراك أصحاب الأرض وهم يحددون الأتراك مسار التحقيق وفي النهاية أفترض هم من يتحملون المسئولية إذن هناك فرق كبير بين إعلان فتح تحقيق في الموضوع وهذا لم يحدث من الجانب السعودي حتى الآن وفكرة إرساء فريق عمل ما الذي يمكن أن يفعله فريق العمل؟ ربما جاء ذلك بعد الضغوط يعني حتى موضوع الإعلان عن فريق عمل وطبعا كما أشرنا مجهول العدد ومجهول الصلاحيات ومجهول الكفاءة ومجهول الاستقلالية عن السلطة التنفيذية هو مرسل من السلطة التنفيذية في نهاية العمل كل ذلك جاء بعد أن قال وزير الخارجية التركي نبحث في الموضوع وهناك تحقيق في الموضوع ونحتاج إلى تعاون السعوديين عليهم أن يساعدوننا بعدها بساعات خرج خبر أن السعودية أرسلت فريق العمل وقد يكون هناك أيضا ضغوط أمريكية مثل هذا أيضا على الجانب الأمريكي هناك معلومات أن ترامب قال هناك محققون أمريكيون يعملون مع الأتراك مع العلم أن مصادر تركية دبلوماسية نفت أن يكون هناك محققون أمريكيون لكن في النهاية نفس المبدأ الولايات المتحدة أن أرادت أن تعلن فتح تحقيق هذا معناه أن الجهاز القضايا المستقل عن السلطة التنفيذية التي يترأسها ترامب ترامب رجل أعمال صاحب المصالح الاقتصادية والسياسية سيكون ليس له سلطة على أي تحقيق تحقيق تابع لوزارة العدل هؤلاء المحققون يفترض أن يعملون يبحثون عن الحقيقة وفي النهاية قد يواجهون أصابع الاتهام إلى جهاز قد لا يرضى عنها ترامب وبالتالي الولايات المتحدة لم تعلن عن فتح تحقيق وإنما عن إرسال بعض المحققين وحتى عملية الإرسال نفتها بعض المصادر الدبلوماسية التركية